هم سكان قرية براد النائية التي يطلق اسمها نسبة لأحد المعمرين خلال عهد الاستعمار يعانون منذ ما يزد عن الستين عاما من مشاكل ذات ارتباط مباشر بالتنمية المحلية يوميتهم هنا يطغى عليها روتين قاتل فلا وجود هنا لشيء اسمه تنمية ورانا في شهر رمضان ورانا في 2016 لان فاتعلنا فقط أقول رمضان دم جيب ربي لا عندنا حوله هنا لا عندنا فرماسي لا عندنا سبيطار ورمضان هذا رانا في شهر رمضان لا عندنا شخص الريح ارانا الريح وفي القنط ينكرون شورول ديارنا لا عندنا حوله خاصنا التنمية سيد الوالي لا عندنا تنمية لا مركز استشفائي لا ملعب لا مدراسة نعم في سيدنا رمضان حتى الأطفال هنا لا يعرفون معنى للطفولة من ما نقاش ندير روح نصرح كي نبغو نقصره مكا حتى حياة نلعبو فيها ولا نقصره دارنا جاردان دارنا إزاليجا مكا ردوى ولا والو فاللي كتروح تلعب ما تلقاش حتى يروح معاك وباك باش يحسك هذه القرية التي تكاد تنعدم فيها الحياة شبابها ينتظرون فقط قدوم فصل الصيف لمزاولة بعض الأنشطة الموسمية في انتظار أن تلتفت إليهم السلطات